اشتركوا في القناة شتوية والأبصال الصيفية رح نبدأ من وين الشتاء؟ هلأ شو فيها؟ كتير حكينا قبل هيك عن الأبصال الصيفية والشتوية وكل حدا لحاله نعم وكل إشي لحاله بس اليوم أنا ليش اخترت أحكي عشان في ناس عم بيخربت بين الصيفي والشتوي وفي ناس في بعض التبس انه لازم نحكيها عشان نقدر ينجح لنا البصل عرفتين؟ أنا بس بدي أطلب منك إنه نمسك هاي عشان تبينها الكاميرا يعني هي مش كتير رح أحكي عنها بس عشان يحفظوها هلأ هون في عندي الأبصال الشتوية عنا نرجس أكتر أبصال الشتوية معروفة نرجس فريزيا تيوليب وهايسنت هدول الأربعة بلظهب نرجع هدول الأربعة أبصال شتوية هلأ اللي على الجهة الثانية اللي هي الأبصال الصيفية اللي هلأ بننبلش نجح يزلها اللي هي كالا ليليون غلاديولا والزنبق الطرابلسي اللي هو حبيب الكل يعني كتير إشي حلو هلأ هدول الأبصال بشكل عام اللي بنقدر نزرعهم رح أبلش اللي الشتوية هلأ هلأ احنا زرعنا الشتوية خلاص هلأ بدي أقولك شو الفرق رح أبلش من البداية الأبصال الشتوية احنا بنزرعها من تقريبا شهر 10-11 بنظل نزرع يعني بعشر و11 وبتفتح هلأ تمام الأبصال الصيفية احنا بنزرعها هلأ وبتفتح بالصيف بتفتح بشهر 6 وهاي النقطة اللي لازم نعرفها لأنه توقيت الزراعة بفرق معنا إنه قيمت تطلع يعني أنا إذا زراعة تتيولب هلأ ما حيطلع أوكي هعرفتين أوكي مثلا يعني اللي هي البصل الشتوية هلأ كيف بدي أنجح أبصالي أو بشكل ثاني بعتولي أنه ليش سؤال أنه قولي لنا ليش دايما مرات بطلع خضار وما بتزهر الأبصال آه صح تمام شو الأسباب وكيف لازم أشتري نعم أول إشي بدي أروح لمصدر موثوق أشتري منه الأبصال لأنه دايما لكواليتي درجات نعم فإحنا نختار مصدر موثوق وبنروح عليه ومنظل نشتري لأنه إحنا عارفين أنه أبصال وممتازة أوكي عادة الأبصال فيه إشي إلها اسمه تشيلينج ريكويرمنت أو متطلبات برودة لازم تاخدها عشان تزهر آه أوكي هلأ ممكن تنبت بس ما بتزهر نعم إذا ما أخذت ساعات البرودة هاي نعم هلأ إذا المصدر موثوق وإحنا عارفينه أوكي للإحتياط ممكن أن نحط هاي الأبصال بالتلاجة يومين أمكي قبل فترة واحدة بتبعتلي أسبوعين أنا ما قلت أسبوعين يومين أنا قلت يومين بس للإحتياط وبالتلاجة مش بالفريزر تمام هلأ نيجي للنقطة الثالثة لما أزرعهم إيش التربة اللي بدها تكون تربة الأبصال أو قبل لما أروح أشتريهم نعم بدي أشوف البصلة كيف ستة البيت بتشتري البصل ما بدها تكون مضروبة ما بدها تكون طرية آه ما بدها تكون فيها بصل بصل بآسي وبحجم جيد والشكل الطبيعي أنت بتقدري تعرفيه يعني ما هتتغلب فيه طبعا نيجي هلأ بدنا نزرع لما بدنا نزرع أول شي التوقيت الصح زي ما حكتلك تاني شي التربة التربة بده يكون فيها تصريف يفضل إنه يكون فيها تصريف معظمنا بزرع البصل بأووير كتير حلو فإذا أنا متحكمة بتربتي أكتر بخلط بيتموس مع تراب أولاً أو إذا بالأرض بدي أحط سماد عضوي كتير يعني البيتموس لكل الأبصال لكل النباتات مبزحة فيها بيتموس كتير رائع صراحة لما بتخلطي هلأ هو المشكلة أنه مكلف عشان هيك إحنا بالشتام نستغل الفرصة أن نحط سماد عضوي مش عم بحكي أنهم التنين نفس الشي لكن التنين بعض أهدافهم واحدة عرفتي هلأ زرعت حجم البصلة بشكل عام بحكي بعرف أنه المصادر كثيرة والكل بحكي قداش فوق الأرض كل بلد إلها خصوصية وإلها خلينا نقول أنه الترابة فوق البصلة نفس حجمها يعني البصلة هيك بحط فوقها وعا كل الأحوال البصلة بتنبت حتى مرات بدون تراب بتنبت عرفتي حبيت أجيب هدول هاي اللي على الكاميرا النرجس النرجس من أجمل الأبصال الشتوية أنا شخصياً بعشق النرجس عشان نعيد ونكرر هلأ الأبصال الشتوية المفروض إن زرعت الزرعت وخلص هلأ من أي شهر من شهر عشرة من شهر عشرة عشرة وحداش بزرع الشتوي هلأ بفتح أوكي وتيولب شوفي ما أجمل تولب برضو كتير بحكي تولب زهرة ساري بصلة شتوية الهايسنت هذول التنتين هايسنت هلوه الهايسنت كتير حلو هذول شتوي كله شتوي آه كله شتوي كله شتوي هاي المعلومة ضروري نحفظها ونعرف مش رح يفتح لنا عطول يعني مش رح يفتح يعني هذا كتير حلو ديوم انتي مش مو 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 لا دايما نقاطك صراحة بدون مازل الله يساعدك آم آم لازم نعرف انو انا مش بزرع الصيفي معناته بدي فتح بكرة مو البصلة بدها تعطيني خضار وبعدين الخضار بيغذي البصلة وبيعطيني لانو الورق هو مطبخ النبتة هو اللي بيقويها أوكي تمام ومن هون رح اروح لنقطة كتير مهمة مو 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 بتأمل يركزوا معي فيها يلا ركزو لنا خلصت البصلة انا ما رح اعمل اشي بس عشان خلصت البصلة فتحت وعا كلها الابصال الشتوية كتير بيسألوني نحطها جو البيت بحطها جو البيت بعد ما تفتح نعم بس الابصال الشتوية بدها برد هلا فتحت هاي البصلة خلينا نقول انا اخدت اللي مش مفتحها بس على فرد فتحت خلصت تفتيحها للأسف في ناس شو بيعملوا بيجي بقصوا من هون الخضار هاد وبيخزنوها أو بقصوها وبتركوها بالأرض وهذا أكبر غلط غلط دايما بناخد الخير من النباتاتنا وبعد ما ناخد بدنا ندير بالنا عليهم مش مصالح مش ناخدو لحم نرمي عضو بالضبط البصلة أعطتني الزهرة وأعطتني الورقة تمام بس تخلص الزهرة عشان يكون الموضوع أوضح خلصت هاي الزهرة باجي بترك هاد الخضار اللي يدبل لحاله ليه لانه هاي الخضار هو اللي رح يغزي البصلة عرفتي فبالتالي أنا ما باجي بأقصة التغذية من الورقة دايما يعني عليك هلأ لما غز البصلة هي هو اللي رح يغزيها للسنة اللي وراها وهذا الخطأ الشائع بخلي الورق يدبل لحاله بصفر بعدين سوري يعني بإيدك بتقدري تقطفيه أو تشيلي الورق عرفتي بعد هيك إيش بدي أعمل باخد أبصالي بحطها عارفة كيس البصل العادي برضو الخضرة بحطها بهذا الكيس المثقب بمخزن مهوى ما فيه شمس لأنه الشمس تعمل حرارة ما فيه حرارة عالية بحطه بهذا الكيس وبهذا المخزن للسنة اللي وراها وقبل الزراعة بفترة بالتلاجة يومين ثلاثة وبزرع أوكي تمام طيب هلأ حطيناها بالأرض موضوع المي والفاي كيف الأبصال بيكون كأنك هم شوفوا فيه نقطة كتير مهمة الأبصال الشتوية هلأ فيه شتاء إلا إذا ما إجا شتاء وسبوع عشر أيام بدي أسقيها لأنه بالأخير هي حتى إذا بقواروا بيتمص بدها مي أوكي لكن فيه شغلة الأبصال الشتوية هي أقل نجاحاً عندنا ليه لأنه أنا بزرع الأبصال الشتوية بخليها بأرضها بيجي المزارع أو أنا بروح الخضار تبعها وبضل تحت الأرض وبضل أكب بهالمية طول الصيف على النباتات اللي حوليها نعم فما بيجي الموسم اللي ورا إلا هي خلص راحت عشان هيك هذا سبب إنه نفقد البصل اللي عنا نعم عرفتي فهاي نقطة مهمة لحل هذا الموضوع بزرع بقوار زي هيك مش غالي ومش مكلف بعد ما تطلع بصلتي هاي زي ما هي بقدر أحفر لها بالأرض دانة وأطم عليها بالتراب وأستمتع فيها عرفتي وبعدين بس تخلص برجع بسحب القوار وبدير بالي نعم إحنا حكينا كتير بس الموضوع مش كتير صعب يعني أنا ما بحب أعقد الأمور بس بقدروا يزرعوا يعني نقاط سهلة مش نقاط إنه كل لا يمكن أنا بحكي كتير لأنه كل حدا عنده نقطة معينة حابب يعرفها عرفتي نعم ممتاز موضوع الفي أو الضل بالنسبة للأبصال بيفرق معهم؟ طبعا 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 كتير حلو هلأ الأبصال سواء شتوية أو صفية بدها ضو الأبصال بدها تقريبا 6 ساعات بنهار شمس عشان تزهر فهي نقطة كتير كتير مهمة نعم لازم نعرف إنها بدها تنحط في مكان فيه شمس عشان تزهر وزي ما قلت لك المي حسب الحاجة الصفية أكيد بدها مي الصفية فرق معنا لأنه إحنا ما عنا شتا نعم الشتوية دائما أسهل سبحان الله كل شي بالشتا منزرعوا أسهل حتى الخضروات الشتوية أسهل نعم هلأ كل اللي موجود هذا الحكي منطبق عليهم كلهم الأبصال الشتوية عم نحكي عن شيرة وزراعة لكن التوقيت التوقيت كتير مهم يعني شو اللي بصير دائما هون نرجع نذكر من شهر عشرة الشتوي وآخر الشهر ثلاثة هلأ يعني هلأ نزلت أصلا على الصفية بيزهر على شهر ستة بيزهر بالصيف بالضبط وأكيد بده ضو وبده عناية وكمان في شغلة إنه إحنا توقيت زي ما قلت لك مهم ومرات شو اللي بصير مثلا دانا بيجيها كيس بصل من برة فهي بتحتار فبتقوم تزرع وما بنجح لأنه أصلا التوقيت غلط موضوع توقيت توقيت كتير مهم صيفي أو شتوي إحنا ليش أنا جمعتهم مع بعض اليوم لأنه لازم نعرف إمتى التوقيت وحلو أنك رجعت يأكدت على هذا الموضوع نعم فيما يتعلق بالأجواء يعني الأجواء اللي عندنا مناسبة للأبصال بشكل عام كتير ما في مثلا نوع بصلة ما بيناسبها جو لا بشكل عام هلأ إحنا يعني حتى ستاتنا زمان كانوا يزرعوا الأشياء نرجس والزنبق كتير لكل بعرفهم عرفتي الأبصال الصيفية يمكن مش معروفة كتير قد الشتوية والشتوية إحنا ليش بنروح لها لأنه إحنا بالشتة ما عنا إزهار فإحنا زي هلأ جنانتنا لسه ما زهرت وما دفعت فبنروح للأبصال وعلى فكرة صار فيه بالسوق أبصال هلأ بتقدري تشتريها مزهرة يعني هدولا من المشتل بروح بشتري الزهرة اللي بدي البصلة مزهرة اللي بدي وبحطها بجنانتي نعم هلأ لأنه المشاتل بدأت تبيع الأبصال والجهور صح أنت حكيتي الحديقة إذا بنجهزها من شهر تنين ولا أفضل نستنى لنهاية شهر تلاتة يكون الجو أدفى هلأ لتجهيز أرضو هذا خلصنا خلص بس لسه في معنى وقت لأنه برضو هون بحب أحكي أنه الكل عم بسأل نحط سماد عدوي لسه معنا لآخر الشهر يعني ما في حرارة والسنة أبرد من العام العام كانت كتير أدفى زي هيك كان كل شي مفتح معنا وقت زراعة ما أظن إن شاء الله أنه يجينا سقيعة قوي يعني بيقدروا يستنوا لبعد مص الشهر ويزرعوا كل اللي بدهم إياه وعفكرة معظم اللي بدنا نزرعه مش كتير معظم ومش كله ممكن يتأثر بالسقيعة أو بالبرد الكتير بس سبحان الله خلص ما بطل فيها البرد الكتير طيب بشكل عام في علامة معينة منقدر نشوف إنه البصلة ما عم تاخد البيئة المناسبة للإزهار إصابة ممكن إحنا نتداركها هلأ شوفي لما بتزرعي البصلة وبتحسيها ضعيفة يعني شوفي شلي بصير هلأ بزرعوا البصل بتربتنا طينية بتكون محتوطة بالقوار وبتحسيها يعني عم بتجاهد عشان تطلع بره التراب نعم هلأ عشان هيك بقول لما بتطلعي على البصلة بتشوفي ورقها لسه صغير قزمية مش عم تدفع فات الوقت وهي مش مزهرة نعم بدك تعرفي إنه فيه إشي غلط ممتاز كل شكر إليك مهندسة زرعية أمال قيمري وكل عام وانتي بقى بخير يا رو وانتي بخير يا رو